نيجي للآية عشرة من سورة الفرقان. طبارك الذي طبعاً شايفين العليمة دي معلانة انت هتقفت مد في المد بالياء هنا. طبعاً هنا نون ما فيهاش اي تشكيل فبرضو هنغنها. برضو نفس الشيء المد ده بتمد نفسك بأنك بدوس على الزرار فبتمد نفسك هنا. طبارك الذي ان شاء جعل لك خيراً برضو التنوين بنغنه بنقف عليك انك بتدوس على الزرار. طبارك الذي ان شاء جعل لك خيراً من برضو نفس الشيء. النون ما فيش اي تشكيل حنخلنا. كأنك بتدوس على الزرار فبتقف عليها شوية. تمام? تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار. تمام? برضو هنا النون المشددة بنقف عليها من هنا. جنات التنمين بنقف عليه ونخلنا. جنات تجري من تحتها الانهار. تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. هنا الاية معناها ايه? تبارك الله جل شأنه. طبعا. هنا بيقول لك تبارك الذي ان شاء. طبعا ربنا لو شاء في الاية اللي قبلها كانوا عملين يقولوا ايه? لو هو رسول فعلا ليه بيسوء وبيأكل ايه? وبيأكل الطعام زي وزينا. اه ليه لو هو رسول فعلا كان يبقى ليه كنز? كان يبقى ليه جنة يأكل منها? تمام? منها ليه ملهوش عضائق? ليه ملهوش جنة? تمام علشان يأكل منها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى اراد على كلامهم للرسول انظر كيف ضربوا لك الامثال هنا كان بيكلم ربنا الرسول بص تقالوا عليك ايه الامثال? فضل durable فلا يستطيعونा سبيل. نيجي للاية عشر بيقولك تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك. خيرا لو ربنا اشاء لو ربنا شاء هيجعل خير اكتر من اللي هم اكتر احودة. هما مش عارفين حاجة عن اللي عند ربنا. لو ربنا شاء خلاص. ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك. خيرا من اكتر من اللي هم ايه? من اللي هم قالوا. ايه هو زي اي? كان يعني ممكن ربنا يجعل جنات ان تجري من تحتها الانهار. الانهار ويجعل لك كثورة. ويجعل لك في الارض على الارض يجعل للرسول كثور. تمام? يعيش فيها. ولكن ربنا ما ارادش كده هو ما ادخل له ده وشايل له ده للاخرة للدوام. حاجة دايما ما بت